المنقوش معك أنا رئيفة مرحبا جارتنا أمي اشتهتك بهالسكبة أكيد كلياتنا حكين هاي الجملة بزمناتنا لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة يمكن كل يوم وقت كانوا أمهاتنا يسكبوا كل صحن من طبخة البيت للجيران وكتير من السوريين بيحبوا هاي العادة ومتمسكين فيها رغم إنها حاليا مهددة بالانقراض السكبة هي عبارة عن صحن أكل بيسكبوا السوري لجاره والجار بدوره ما بيرجع الصحن فاضي لا بيسكب فيه كمان سكبة من الطبخة اللي طابخة وهي العادة ما لا عادة رمضانية ولو إنها بالسنين الأخيرة قلت كتير بسبب الفقر والغلب وصارت بكتير من الحالات بس برمضان الحقيقة عادة السكبة كانت من العادات اليومية للسوريين والفكرة منها بلشت إنه وقت حدا من الجيران يطبخ طبخة ظريفة وتفوحر حتى على الجيران يخاف ليقوم حدا يشتهي هاي الطبخة بالذات فيسكوا بكم صحن ويوزعهم على الجيران والجيران يلي يجتون السكبة كان بالنسبة إلهم عيب يرجعوا الصحن فاضي يقوموا تاني يوم يسكبوا السكبة من طبختهم ويبعتوها بنفس الصحن ويضلها الصحن رايح جاي لدرجة إنه ببعض الأحيان بينسوا جيران الصحن لمين بالأصل وأحياناً كمان كانوا يتخربطوا صحون الجيران ببعض تقوم الجارة تعمل زيارة لجاراتها لتعرف كل صحن لمين وتلاقي صحونها وكان في أكلات مشهورة للسكبة وحتى صار الواحد لما يسمع باسمها فوراً بتيجي بباله السكبة مثل الحراء أصبعه الشيش برك المحاشي الشاكرية وغيرة وما كانت السكبة تفرق بين غني وفقير كان الفقير يسكب للغني والغني يعمل نفس الشي لأنه الغاية الأساسية منها التقرب والود والتعاطف والتراحم وهيك تحولت السكبة لعرف اجتماعي متوارث وعادة محببة على القلوب السوريين بتجسد المحبة والتكافل الاجتماعي ببعض الحالات وهالعادة وغيرة من العادات اللي بتشبهها صارت جزء مننا ومن حياتنا حتى انه يلي ما بيعمله بيكون منبوذ ومو محبوب بقى تعالوا ما نخلي الفقر والغلاء يغلبنا ونتمسك بهي العادة متل أول وأكتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر